كيف تشتغل بقالها من 2016 على دعم الحرفيين والفنانين في الكرة والنجوع وكل محافظات مصر إزاي نحن نقدر نطور من طريقتهم في إنتاج المنتج ده بس تطويره أنه يقدر يباع داخل مصر وبرضو خارج مصر ومنساعدهم كمان بزاي أنه هم يقدروا يعملوا براندنج أو ماركتنج لدفصل معارض داخلية ومعارض خارجية من خلالها بيطيح البيع المباشر للحرفيين وهي حاجة ما كانتش موجودة قبل كده كان دايماً بيكون من خلال تنجار أو ميدل تريدرز ولكن دلوقتي بنك اسكندرية أتاح الجانب مباشر ومن خلال ده إحنا تقريباً من نتعاون مع أكتر من 3000 حرفي 90% منه من السيدات الريبيات وفي نفس الوقت نتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية وغرفة الحرف اليدوية يعني إيه أهم المجالات اللي بتلعاها لغرفة بالنسبة للحرف اليدوية؟ نحن نشتغل على كل ما هو يخص الحرف التراثية المصرية نحن عندنا على الويب سايت بتاعنا ممكن أي حد عايز يبطحك بالمبادرة في الويب سايت بتاع المبادرة بيبعث لنا إيميل أو بيكلمنا في تليفون موجود على الويب سايت يقدروا يقدموا علينا